أحد الأدوات الأساسية التي تستخدم لتشخيص الطراب فرط النشاط والتشتت وقصور الانتباه فرط الحركة وقصور الانتباه هو تلك المقاييس التي تسمى المقاييس النفسية طبعا للعلم لا يوجد قياس علمي طبي يقيس مباشرة هذه الأعراض لا يوجد تحليل لا يوجد فحص دم مثلا ولكن توجد هذه المقاييس التي بدرجة معينة وطريقة معينة وضعت لتقيس من أهم الأشياء التي ندعم فكرة الحفاظ على السواء السواء وهذا السلوك النشاط والتشتت هو سلوك طبيعي ضمن المستوى الطبيعي فهو يشترط أن يكون في بيئتين مختلفة ممتد إلى مدة أكثر من ستة أشهر أيضا يجب أن يكون مؤثرا وهذه النقطة الأساسية في المقاييس أن يقيس أيضا مدى تأثيره بالإخلال الوظيفية والاجتماعية ولداء اليوم من أشهر المقاييس التي تستخدم للأطفال مقياس كنر وهو أحد المقاييس المعوفة مقياس فندربيلد وله نسختان طبعا نسخة التي تستخدم في البيئة المنزلية ونسخة أخرى تقدم في البيئة المدرسية ولذلك يشترط أيضا DCM5 في اشتراطة أن يكون هناك بيئتين مختلفة لاختلاف المحكمين إذا كان فقط الإضطراب هذا يظهر أنه في البيئة المدرسية ولا يظهر في البيئة المنزلية أو العكس فقد يكون شيء آخر ليس هذا الإضطراب هذه الاشتراطات وضعتها DCM5 لتحديد المقاييس وتحديد آلياتها ولتضمن أن تكون هناك دعم للسواء النفسي والسلوك السوي للأطفال